دولة الرئيس السؤال الأول من أحد الزملاء أو إحدى الزميلات قدمت أو قدم تقديم طويل للغاية لكنه انتهى بسؤال مباشر كلما طرح أمر مرتبط بصفقة أو باستثمار كلما طرح معه مباشرة مفردة أو تعبير بيع الأصول هل من إضاحة لهذه النقطة؟ الحقيقة موضوع بيع الأصول أو استثمار الأصول اللي موجودة في أي دولة ده شيء مهم جدا وأعتقد كل الدول العالم وبالذات في منطقة الشرق الأوسط يعني بيقاس مقدار نجاح الدولة في كيفية اكتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار الأجنبي المباشر بيجي في صورة أنه بيشتري أصل ويبدأ ينميه ويطوره بما يعود على العائد للجهتين أو بيدخل على مشروع زي اللي احنا موجودين فيه ويعمل تنمية متكاملة وبالتالي يعني نجاح الاقتصاديات العالمية كلها بيقاس بقدرتها على اكتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي إن إحنا بندخل ويمكن ده الشيء المهم جدا اللي عايز أأكد عليه إحنا منذ أن أطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة واللي يمكن كنا دائما يعني بيصار مدى جدية الدولة في تنفذها على الأرض هذا المشروع هو ترجمة حقيقية لهذا الموضوع كيف إن إحنا نعظم من شراكة القطاع الخاص ونزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة علشان نوفر عملة صعبة للدولة المصرية عشان تحل بيها الفجوة اللي موجودة عندنا ما بين الإرادات والمصرفات واعتقد مثل هذه النوعية من المشروعات هي الحل الحقيقي لهذا الموضوع الدولة المصرية يعني ليس لدينا الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية إنها تكفي هذه الدولة ولكن النجاح إن نترجم الأصول اللي موجودة عندنا إزاي إن إحنا نعظم من الاستثمارات بتاعتنا هنا هذا المشروع المهم جدا هو مش بيع أصول إحنا شراكة ودي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها إحنا شراكة بناخد مبلغ في الأول وموجودين مع المطور والمنمي لهذا المشروع على امتداد المشروع بنسبة وبحصة من الأرباح فأعتقد هذا هو أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها ترجمة نانسي قنقر